هذه هي الشراكة بين المسيحيين والمسلمين بس هالأد تتجلى الشراكة بين المسيحيين والمسلمين أنا اللي كنت عم قوله ممتاز 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 بس كمان هاو دي في قلون ولكن ولكن انه اوكي وقفتوا معه لما صار معه هيك لسعد الحريري ولكن اخر شي شو عملتوا وقفتوا تتغنوا انه اطعتوا الوان ويتيكات وبعدتوا واخرجتوا من الحياة ايا سنة الوان ويتيكات يعني هلا مؤخر لا لا ايا سنة ما اجوا بعضها خليني وضح نقطة اساسية بموضوع الشراكة واستطراضوا وتتصالحوا اجي انا ارجع ذكرك شو قلتي لأاختك وشو قالت اختك عني لا 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 انا عم بحكي شي تاني هلا بموضوع الشراكة انه الشراكة صحيح انه الشراكة بالانون وبالهيدا هي اسلامية مسيحية بس انا عندي سؤال اليوم لما بتكون انت من جوة مسيحي القتل مسيحي مشترك ستر مغطة منطف انت وكل المسيحي ها الوصف ها الوصف اذا عندي موقف مبسط بحكي موقف مبسط لما بتكون كله يشقف وبيجي المسلم بيستوطيلك حيطك شو بك تقوله بتقوله الشراكة ما انت الحيط الواطي كل الناس بس فوقه وقت حكومة الرئيس تمام سلام ما قعدت سنتين ونص هادي هي الشراكة اللي بدنا يحكي اننا اصحاب قرار ما كانت تيار الوطني كان عنده وزيرين بهادي الحكومة وزيرين اوكي كان الوزير جبران بسيل والوزير ليسبو صعب الكتيب كان عندهم اربعة لانه اخذوا حصية القوات منهم الله يرحموا سجعان قزي واخرين وسليم الصايق هما بعرف يعني هلا مش عم بذكر الاسامي يمكن كمان وزير الاقتصاد الان حكيم وبعد في حدن رابع يمكن رمزي جريش هلا فقت للاسامي بسرعة هاي شراكة ما كانوا طيار وطني حر ولا كانوا حمنين راية الطيار الوطني الحر هاي كنا شركاء بالقرار مش طيار الوطني الحر لحاله القوات رفضوا يفوتوا اعطوهن الحصة للكتيب ومشيت الشراكة كان ما يمضي المرسوم أساسا جدول مجلس الوزراء يعرضوا على الوزراء قبل لأنه كانوا مجتمعين بمثل الحكومة اللي هي بتاخد صلاحيات الرئيس مش هو بشخصه بياخد صلاحيات الرئيس وبيمضي على المرسوم الثلاث انضوات هل كانوا بوقت الكبير بمثل كل المسيحية بمثل مسيحيين ونحن معهم بهايد الحكومة الموجودين بمثل مسيحيين بردو بردو هلا كنت قبل عم بتقلم بمثل كل المسيحيين بمثل طيار وطني حوري خليني ايلك لا مش عم ناقية حوري هلا بهاي الحكومة هلا كنت قبل عم قلي بمثلوا اي قوة سياسية هلا بمثلوا مثل ما كانت الكتائب مين بعدك حططيها هلا من الصيعة هلا في قتلة مين ايلي مين لا فيها كتائب بردو فيها كتائب هاي الحكومة فيها تشناك فيها طيار فيها قوات فيها مردة بس بهيديك الحكومة لتشوفي وين الغلط بالمنطق بحكومة فيه جورج بوشيكان فيه وليد نصار بهيديك الحكومة ما عم بحكي بالاشخاص بيبان يمثلون من يمثلون اي قوة سياسية لو كرئيس الحكومة ما عنده نايب رئيس الحكومة ما عنده نايب بدي ارجع لهيديك الحكومة كانوا المسيحيين مين بيمثلهم الكتائب التشناك الطيار الوطني المردة هاو دي ما بيمثلوا اكتر من نصف المسيحيين كانت موجودة الشراكة ممتاز بقى اصلا حتى هلأ بدي اعتبرهم بمثله معقولي وزير يتخلى بالقرار انه بيتخلى ثلفا عن حقه بيرد المرسوم بدل رئيس الجمهورية وين عم بيكونوا موجودين اي وجود عم بيكونوا بقلب مجلس الوزراء او قد تتاخذ قرارات هلأ اذا بدك تحكي الاسرار الجوة ما معهم خبر او مش موجودين او مش كل الاعضاء موجودين هيك بتكون الشراكة اذا ما اقتنع فيها مبروك ايه لكون الشراكة لوك مبروكة تبهي تبهي انا عمليه شكل لوك عم بحكي انا شو بات بمطلبي بتقليلي تقتلت مع العالم ايه شو بعمل ببين انه ايه انا جنطية ما بتقتل مع حدا بسكوت وبسير كلهم اصدقائي السميتيهم بسيرهم لا ما رح سيرهم على حساب بسيرهم ع حسابي انا انا عم يخص وقتي بعد لو ع حسابي شخصي انا كلهم بسيرهم كلهم بس على حساب وطني ابدا ما بسيرهم ع حساب اللي كرسناه للمستقبل دبهي وين الخطورة باللي عم يعملوه كرسوا للمستقبل شو بدي كرسوا انه كرسوا انه بيقدر بس يغيب الرئيس او يشغر هيدا المركز بيقدر الرئيس الحكومي هكي يتصرف لا لما انه بيجي رئيس بيجي بيحط الامور بنصابة ابدا لكن هني له اذا بدك الشي اللي تمارس بحكومة الرئيس تمام سلام لازم هذا يكون اللي نكرسوا يجوا كسروه نعم كسروه ردونه سوالين بعد سريعين لانه خلص الوقت هو ايضا الوزيج برامسيل بيقول التلاقي لبضع موقف موحد وخطة واحدة وطنية تكون بكركي حكما مضلته يعني عم يدعم بيقول انه بكركي لازم تدعينا كلنا كمسيحيين نقعد على الطاولة صحيح ليه بدك تدعيكم بكركي كمسيحيين وعندها التجربة السابقة لما نقعد الأقطاب كلها وكلهم خانوا خلينا وكلهم برام ظهره وكلهم مع ترف ولحس توقيعه باللي نقال على الطاولة بيوقتها إذا بيصير غلط مش معناتها بكركي ما لازم إذا كان قديما نصير أخطاء من هايدي اليوم نحنا بيحاجي نلتقى مع بعضنا مين اللي بيكون أكتر طرف بيناتنا على الحياد يعني منه إنه بدوا يغلي بوجهة نظر عوجهة نظر أخرى مين اللي بيقدر يكون يلعب دور الجامع مين ما أنا بشوف مثلا مثل الوزير بسير بكركي بتقدر تلعب هاي ده الدور بتقدر تقلنا كلكم طعاو في شيء أهم نقدر نتفق عليه طب ولو معقولي مثلا اليوم وقت كنا عم نحكي على موضوع حزب الله أو مع مين ما نتفق طيب عاملين معارضة ومتقطعين عمر الشحر رئاسي طب ولو معقولي عريضة نيابية هلا كده ما منوقع عليها طب كما معمين بترجعي بالآخر بتقليلي متقتلين معك شو بدك نسير نسكت طب بالمنطق ما بدش بس إنه رح تقدروا تصلوا إلى نتيجة بها العريضة على النتيجة الكاملة بيقلك نحنا هذي مش هايك بالهوى عم نشتغل ومش باللالان بس نحنا نتيجة إلنا بمجرد بس يمضي 26 نائب هذي بتكون نتيجة إلنا لاي رح تقدروا نجيبوا 26 نائب يمضوا معكم عايب إذا ما أجوش 26 عايب على النواب لا 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 تتائب عطيوا رأيهم طب شو حي جيتوا لاي بس بي احترام أكيد لا نحنا ما أبدا سؤال لأنه كنت عم بسمعه أنا لأن بحب شو كنت عم بيقوله كنت كتير مبسوط باللي عم بيقوله لأنه كل النقاط اللي حكي عنها مظبوطة بتحكي عن الدستور وعن صلاحية الرئيس وعن كل شيء معه حق 100% بس نجي هاي بالحكي بس نجي للفعل ما هيدا كنت بدو يترجم بدو يترجم بعريضي أنه أنت يا رئيس الحكومي اللي عم تعمل كل هاي التجاوزات تعالي نسألك لو توصل إلى المحاكمة مش حتصير بدو تلتين المجنس مش حتصير بس أنت بمجرد ما تجي به وتحطيه قدامي كيف أنت عم تسأليني أنا بدي أسأله أنا كنائب اليوم بدي ألعب دوري وين عم يهرب بكده هو وكتلته يقول له لرئيس الحكومي بالقوات بيوقعوا معكم انت كيف طب هيدا بالنسبة لسامي جميعي شو حجتهم إذا أنا رأيي أنا لو قوات سألتهم عرفتهم عليهم بديوا جاوبوا بسبق الجواب بعد لغاية هاللحظة ما جاوبوا بس إني بيوحوا بالجاو إنه مقايدين وعملنا إذا بدك اختصرنا النص من 12 صفحة لصفحتين لسبب لما نترك محلات لما يكون فيه بمحلات لأنا بتعرفي مش كل النقاط بنقدر نتفق عليها حطينا النقاط اللي ما ممكن يكون خلاف عليها لازم هلأ أنا عم بحكي لازم نبارح أول شي ما جاوب نبارح لازم هلأ إذا مش قبل الظهر